بسم الله الرحمن الرحيم ما من مصيبة أعظم من مصيبة امرأة تتهم في عرضها بأن تكون ابتلية ببلاء كالسيدة العذراء عليها السلام فأجاءها المخاضي إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية هذه المرأة الطاهرة التي رباها سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وإذا عندها رزقا هذه حملت وبعدين جاءها المخاض فانكسر قلبها وقالت من أعماقها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية وأنتم تعلمون أنه ما من انكسار قلب كهذا الانكسار للمرأة الحرة البنت العظيم السليلة النقية أن تتهم بتهمة في عرضها ما في بلاء على وجه الكون أبشع من هذا لا فقر ولا مرض ولا حرب ولا سلطان ولا شيء ولهذا من أعماقتي معنا تعرف أن الذي جرى شرعي جاءها جاءها سيدنا جبريل حينئذ مع هذا ومع كل هذه الدلائل لكن خافت من الناس خافت على أرضها عزمعتها بانكسار هائل قاد فيما بينها وبين نفسها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية جاءت فاء النجدة الفاء المباركة الفاء الشريفة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذعي النقلة إذن كل من ينكسر قلبه لمصيبة لاعتداء لضعف أمام قوي لفقر شديد لمرض في أحد أحبابه أو أبنائه أو أولادي أو ما شاكل ذلك يعني ما أكثر ما ينكسر قلبه الإنسان في ساعة ضعف شديد ليس لمصيبته مدون الله كاشفه ليس لها مدون الله كاشفه فإذا انكسر قلبه فإن الله معه أنا مع المنكسرة قلوبهم فعليك أن تناجي ربك قل يا ربي أنت أعلم بحالي قل له ما تشاء قل له كما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مسية واحد التهم في محكمة وجاب الشهود باطل عليه وثبتت عليه التهمة وقال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مسية أي امرأة تصيبها مصيبة تصيبها كارثة تصيبها أي شيء مما تكرهه وهي عاجزة عن حله وقالت كما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا إلا بعث الله ملكا لها يقول لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سري لا تخافي ولا تحزني ولا تقلقي ولا تتعبي لأن الله قد سمع هذه الاستغاثة لأن الله مع المنكسرة قلوبهم حينئذ عليك أن تعلم بأن الله معك إذا انكسر قلبك إذا حزنت إذا اعتورتك الخطوب إذا تكاتفت عليك الألسن البديئة إذا حاطبك الحسد من كل مكان والغيرة من كل جانب وتعاون الشيطان والإنسان على هضمك وهضم حقوقك قل يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا وأنت تكرك مع الله عز وجل سيبعث الله لك ملكا يقول في قلبك يقول لا تحزن لا تحزن إن الله معك إن الله معك سبحانه وتعالى والفرج قريب كما في الحديث إن الله لا يضحك من يأس عبديه وقرب غيره أحد العباد عنده يعني يأس من حالته عنده مصيبة كبيرة مهم عظيم وهو يأس ويأرب العالمين يعلم أن الفرج أقرب من ما يتصور فإن الله يضحك وكما يليق بذاته يعني يضحك والله يدع على فرحه بهذا الأمر والله يفرح كما تعرفون أينئذ قال إن العبد إن الله لا يضحك من يأس عبده وقرب غيره فالفرج هذا يستمطر بالاستغاثة والاستغاثة عند الله عظيمة ويعني تضرع تضرع أصحاب الحاجات يا رب العالم يحبه أكثر من يحب الذاكرين تضرع تضرع الناس الصالحين أحب الله من زجل المسبحين أصحاب المصايب أصحاب المشاكل أصحاب المآسي كل منكسر قلبه في محنة فإن الله معه كالسيدة العذراء عليه السلام تأمل حالتها تأمل حالها وحالتها وهي من هي وهي حاملة بدأت جاءها المخاض ستولد ولا يعرف أحد إلاها زوج ماذا تقول للناس وجاءت به قومها تحمله قالوا يا مر يملق الجديد شيئا فريا معنى كل هذه الآيات قال لا تحزني قد جاء الله تحتك سرية شابا ولدا شريفا كريما سوف يملأ الأرض عدلا وسيكون من أحباب الله عز وجل وسينجل الله عليه كتابا عظيما هو الإنجيل حينئذ عليك أن تعلم بأن الله معك إذن كسر قلبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا